فيلمباركية وبالتحديد شارع الصراريف تم افتتاح المشاريع الشبابية الكويتية للسنة السادسة والذي حظيت برعاية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وقد افتتح وزيره الإعلام محمد الجبري فعاليات هذا المعرض الشبابي دعما لهذه الفئة في مسيرة إشراكهم في خطة التنمية الشاملة للبلاد أول شيء أرفع تحية وتقدير وشكر لسمو الأمير اللي يحفظه باسم كل هالشباب المشاركين وهلهم لأنه قاعد يفتح مجال حق اللي ما يلقون وين يروحون يعرضون ولو يقع عرضون يعرضون في أماكن يأخذون عليهم فلوس قالي يعني فحب أن الله يطول عمره يعينهم وأمر في عمل هذا السوق في فترة احتفالات بالأعياد الوطنية وهذا السوق السادس السادس بالنسبة لهم ومشاء الله يعني زيادة الطلب على الحصول على البوثات زادت عندنا يعني صاحب السمو أسأل الله يحفظه يعني مو بس هذه الرعاية يرعى جميع ما هو في مصلحة الكويت وشباب الكويت اليوم احنا استمتعنا في وجودنا في المعرض ووجدنا الحماس في الشباب لتقديم مشروعاتهم الصغيرة هذا الدعم يؤكد رؤية القيادة العليا لأهمية المشاركة الشعبية التفاعلية بالأنشطاء الاقتصادية في الاحتفالات الوطنية لتشجيع أصحاب المبادرات من الشباب الذين توليهم الدولة جل الرعاية والدعم والاهتمام وقد تجسد ذلك خلال الجولة التي قام بها وزير الإعلام للعارضين من الشباب أول شيء أحب أشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دعم المشاريع الشبابية وأنا بالنسبة لي هذه مشاركتي الخامسة ومشاء الله يعني كل سنة قاعد أشوف سنة عن سنة في تطور وفي مشاريع شبابية يديدة قاعد تضلع الثاني مشاركة لي بمعرض المباركية أشكر صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح لحمد الجابر الصباح على دعم لنا كطاقات شبابية نشكر صاحب السمو أمير البلاد على رعاية لنا كشباب والمعرض جدا جميل وحضورة قوي صراحة وصاحب السمو على أن أعطانا هذه الفرصة التي صراحة قدرنا نبين مواهبنا ونبين شغلنا هذا المشروع الشبابي الكويتي يؤكد دعم واحتضان وتنمية المواهب والمشاريع الشبابية ودعمهم في جميع المجالات معرض المشاريع الشبابية هذا المعرض الذي له دلالات عدة ومنها الرعاية الكريمة والسامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوسف صفراء تلفزيون دولت الكويت